الكصة فاقت كل الحدود يعني الموضوع بقى واضح وضوح الشمس وحاجة بقت صعبة جدا جدا يعني الأخطاء التحكمية اللي متكررة على النادي الأهلي في المباراة الأخيرة الأهلي اللي عند سبع مباراة لحد الوقت في بطولة الدوري أربع أخطاء تحكمية مؤسرة وحارضهم لحضراتكم بعد شوية وده بيعطل بشكل أو بآخر سواء عن عمد أو دون عمد مسيرة النادي الأهلي في بطولة الدوري بشكل واضح جدا جدا يعني ففيه يا جماعة يعني فيه إيه لحد إمتى حنفضل في الأخطاء التحكمية دي يعني الفار موجود وبرضو فيه أخطاء تحكمية وأخطاء تحكمية متكررة مش بقى خطأ جدل مثلا أو حاجة فيها وعليها أو حاجة ممكن نقول عليها فاول أو مش فاول أو ضرب الجزاء أو مش ضرب الجزاء مش حاجات يعني نقدر ناخد وندي فيها لا دي حاجات واضحة حاجات واضحة أخطاء فجة فعلا حاجة غريبة جدا إيه المطلوب فيه إيه إحنا عايزين نعرف إحنا نبسينا حد يطلع يرد كده من اتحاد القرى يقول لنا إيه الموقف إيه المشكلة وفي الحقيقة الأخطاء دي وتكرارها وتكرارها دفع النادي الأهلي إنه هو النهاردة يبعد خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم خطاب مهم جدا وبتكلم فيه في بعض الأمور الهمة وأنا هعرضه لحضراتكم دلوقتي على الشاشة والأهلي يطالب اتحاد القرى بإيقاف الأخطاء التحكمية الفجة حرصا على ميزان العدل الأهلي قال إيه؟ أرسلت إدارة النادي صباح اليوم خطابا إن اتحاد القرى المصري تطالبه فيه بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكمية الفجة وغير المبررة والتي تسببت في عرقلة مسيرة الأهلي وحرمانه من حقوقه المشروعة في المباريات السابقة حد يختلف على كده؟ لا محدش يختلف على كده وأكد النادي في خطابه على أن الأخطاء التحكمية التي شهدتها بعض مباريات الأهلي في الدوري لم تقتصر فقط على حكام الساحة حد يختلف على كده؟ لا طبعا ولكن امتد الأمر أيضا إلى حكام الفار واضحة جدا حيث تم إلغاء أهداف صحيحة مليون في المية ثالث هدف يلغى للنادي الأهلي صحيح هذا الموسم ثالث هدف وحاجيب لحضراتكم المواقع وعدم احتساب ضربات جزاء شرعية حصل بالإضافة إلى استبعاد الحكام الدوليين من إدارة غالبية مباريات الأهلي في تصرف غير مفهوم النادي الأهلي هو أكبر نادي في مصر وفي الشرق الأوسط اللي طبيعي جدا جدا مبارياته يديرها حكام دوليين أنت لو مش هتخلي حكام الدوليين يديروا مباريات للنادي الأهلي وما حيديروا مباريات لمين أنت بتجرب في النادي الأهلي يعني؟ ده كلام غير مقبول إطلاق وجاء في الخطاب أيضا أن النادي الأهلي لم يكن يرغب كعادته في التعقيب على أداء التحكيم المصري ولكن الأخطاء التحكمية الأخيرة والمتكررة والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مبارتي ودي دجلة والبنك الأهلي والتين شهدتها أخطاء غير مقبول سواء من حكم الساحة أو من حكم الفار دفعت النادي لهذه المخاطبة العجلة حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص والأهلي هنا بقى مش بيتكلم على الأهلي بس لا والأهلي عايز عدالة في كل المباراة الدوري لكل الفرق ما يبقاش فيه تعمت وتعنت ضد النادي الأهلي وطالب النادي الأهلي في آخر خطابه اللي تم إرساله الاتحاد المصري لكرة القدم صاح اليوم طالب اللجنة السلسية المكلفة بإدارة اتحاد القرى بضرورة التدخل لأعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكمية وتطبيق معايير ثابت على الجميع لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية بعيدة عن الشحن الجماهيري ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنفسة ده نص خطاب النادي الأهلي اللي تم إرساله النهاردة لإتحاد المصري لكرة القدم تم إرساله ليه بعد إيه بعد الأخطاء الكتير اللي حصلت مع النادي الأهلي على مدار المباريات السابق أربع مباريات من السبعة أخطاء تحكمية واضحة بشكل كبير جد وبتؤثر بشكل أو بآخر على مسيرة النادي الأهلي والأهلي أهم حاجة بالنسبة له العدالة إحنا عايزين العدالة تبقى بالنسبة للكل تمام؟ حل ترجمة نانسي قنقر